موسيقى لآخر الموسم مضغوط لآخر الموسم والناس اللي كانت بتتكلم على أنه الفايصل خمس ست مطشاط أعتقد شافه الجدوى العامل زي بالنسبة للأهلي لكن الأهلي لا صوت ولا تكلم والكابتن سيد عب حفيز في اجتماع من دوب الأندية ده اللي أشاد به الكابتن أو المونس احمد مجاهد أنه الراجل لما الكابتن حسين السيد من دوب الزبالك تحدث عن تكافه الفرص الكابتن سيد قال له وإحنا معاك النادي الأهلي هو أكثر من يسارد ويطالب بتكافه الفرصة بشمانت شوف كل شيء لهتمن كل شيء لهتمن ولازم جماهيرنا تفهم كده تتوجنا بالبطولات ونجحنا في المشاوير الإفريقية والسفريات الخارجية واللعب في كأس العالم الأندية لازم يكون لهتمن أنك انت تبقى مرهق جدا وفي ظروف مختلفة عن كل الأندية فلازم نقبل بهذا وأيضا وإحنا بنقيم فرقتنا لأننا نبقى شايفين ده ونحطهم على دماغنا من فوق لأن حجم التضحيات وحجم المجهود وحجم السعي لتحقيق البطولات وإسعاد الجماهير لا ينكر شيء واضح للعيان تماما حتى برة يعني الناس كلها دلوقتي النقاد العرب والنقاد الأجانب شايفين شايفين الظروف اللي فيها النادي الأهلي فالفطرة القادمة هي فطرة الدعم الدعم بلا حدود مش وقت فلسفات ولا تنظير ولا وجهات نظر ده بالنسبة لجمهور الأهلي لينا كلنا حتى إحنا لو شايفين حاجة ولينا رأي لازم نبقى وضعين كل الكلام ده في اعتبارنا لأن الأراء أحيانا تبقى طرف لا يعيشه الذي يخوض المسئولية يعني أنت برة المسئولية أزمة أمونية عندك طرف الحلول كان مفروض يحسن كان مفروض لكن لو أنت مسئول ستعمل إيه ده موضوع تاني طالما أنك على دراية بالمشاكل الحقيقية اللي النادي الأهلي بيأخذها وإن ده تمن أنت متوجب بالأربع بطلات اللي أنت خطوهم وبإذن الله الخامسة السوبر مصري إن شاء الله ويا رب العشرة ممكن ومش عارف إيه يا رب يا رب والناس لا تدخر جهد في هذا الأمر يعني اللي جاي وعشان كده أنت لما تقول التويتر الملغمة لا وإنها لوقت إحصاءات ولا وقت فلسفات ولا وقت مش قلت لكم ما أنا رأيي كده برضو وفلان لازم أن يمشي وفلان لازم أن يمشي وفلان كفاية عليه كده يعني كلام صعب على العيدة ده من نوقت نظرة كده يا أخي بتصدر على رأيي الباقي ليه ناس تاني شايفان اللي لازم يعود هنعمل إحصاءات بقى يعني كام ضد كام استفتقات وده يفيد بإيه من أمتى النادي الأهلي بضرب الاستفتقات أما الناس اللي موجودة المختصة المسؤولة المسؤولة اللي شايلة الهم وتدرس وعرفة وخبيرة ببواطن الأمور يعني طيب تحاد الكرة الجدول اللي أعلنوا 1-7 بقى 1 يوليو اللي أهليو بيرامدس في الجولة 27 والمطشات كلها ساعة 9 مساء يلعب مع اسموحة يوم 4 يوليو يعني 1-7 مع بيرامدس 3 يام يلعب يوم 4 مع اسموحة 3 يام ويوم 8 يلعب مع المقولين 3 يام ويلعب يوم 11 مع المقصة 22 يوليو الأهلي والبنك الأهلي 25 يوليو الانتاج الحربي والأهلي 29 يوليو أسوان والأهلي 2 أغسطس ودي دجلة والأهلي 5 أغسطس الأهلي وسيراميكا 9 اغسطس الاهلي مع الاسماعيلي 12 اغسطس الاهلي وانبي 15 اغسطس طلاع الجيش 3 ايام بالمعنى الحرفي بالضبط 18 اغسطس الاهلي والمصري 22 18 او 19 22 او 23 الاهلي في الجونة 25 او 26 الاهلي واسوان بصوا الجدول المضغوط بقنف لغاية نهاية الموسم لغاية الاسبوع الاخير حتى في الفترة اللي المنتخب الاولمبي حيبقى مشارك فيها في دورة توكيو الاهلي محتوط له في الجدول 7 مباريات لكنه في كل الاحوال الاهلي ابدأ استعداد للتعاون ابدأ استعداد لحل هذه المشكلة المهندس احمد مجاد يمكن قال هذا الموسم ليس هو الافضل للكرة المصرية ده مش الموسم الامثل فكل الاندي بتتحمل اذا كان الاهلي في الفترة اللي فاتت اتضغط بشكل كبير لما شارك في افريقيا كمان تحمل تبعات كتيرة ازا مالك اتضغطت له بعض المباريات في الفترة برضو اللي كانت النادي الاهلي عنده مشاركة افريقية كبيرة كل الاندية اتضغطت بهذا الشكل كل الامل انه الاتحاد يقدر يتمكن من انهاء البطولة قبل نهاية اغسطس ان شاء الله علشان يفيد فترة ترتيب للموسم اللي جاي رغم ظروف التوقف الحالي اللي كان لسبب محدش مسؤول عنه كان للكابتر رضا عبدالعان رأي هنعرضه عشان نقول لحضراتكو السبب كان ايه نتكلم حاجة بس على النادي الاهلي تفضل يا كابتر بما ان ان احنا دور تأجل مطشاة النادي الاهلي صح كان فيه مطشين هتلعبوا وتأجلوا انا شايف ان ده اكبر خراب على فرقة النادي الاهلي انت انت لعب المطش بتاعكم 28 صح سوبر هتلعب المطش اللي جاي يقول يوم 20 يعني 20 يوم صح انت دلوقتي يعني انت في المطش في العشرين يوم دولت مش اقول لك ايه لعب 3 مطشات ولا 4 مطشات مباراوت دي ما لكش دعو بالمواصبك الكلام ده ما اكلش عيش انا لازم المباراة اللي بيبقى فيها اصراع على البنط ليه انا مش عشان البنط انا عشان ان اللعيبة ما تقعدش الفترة دي كلها لازم كانت تكسر بمطش مطش مطش ما هو ايه اه اللي هو بيقوله عليه مسلوق اكل عيانيه هيا شوف هتظل وجهات نظر الكرة وجهات نظر ويبقى المسؤول عن الفريق هو القدرة اهل مكة قدرة بشعبها ما تقدرش تقدم نصايح لحد وانت مش في ظروفه انت كمان على حتة ظروفه خد الكارسة في ان الاراء تتسند على حاجات مش صحيحة بالمرة محدش كان يقدر يلعب في الفترة دي اللي اهل بيش بمزاجه متوقع عشان باجندة دولية نصب يعني انا شفت برضو احد الكباتين الكبار الاهلي ليه ما يلعبش دلوقت انا ضد التأجيلات ده ضرر جدا ما هو ده دليل يا جماعة ده دليل ايه سيد زبراهيم ان الناس حتى مش بتدرس اه يعني هي شايفة ان الاهلي ليه عشرين يوم مالوش دعوة اه 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 ده اللي انا عايز اقوله يا جماعة الكلام والانتقاد سهل جدا وخصوصا لو كان متوجه بدوافع وانتماءات تقدر تاخد من كل موقف الشيء وعكسه من كل موقف الشيء وعكسه لكن هل الاهلي مرتاح والانديا التانية بتلعب دلوقتي ولا ايه كله مقاعد كله قاعد مرتاح هي هي بس يا باش مهندسي الفكرة بجد الناس اللي بتسند قراءها على كلام واقعيا مش صحيح يعني يا جماعة دي فترة الاجندة الدولية من تلاتين خمسة لغاية نهاية الشهر دي فترة اجندة دولية كل لغاية خمساش كل الانديا كل المسابقات في العالم كله معلق ما حدش ينفع يلعب مباريات اثناء الاجندة الدولية لا الاهلي ولا الزمالك ولا اي حد مش مش زنبنا ان المنتخب بتاعنا مع اسكرشي لكن في فترة الاجندة الدولية يحذر اقامة نشاط محلي ما هو ربنا ساعة يديك حاجات كده لانه كمان اصطو خد بالك حاجة كل لعيبة الاهلي المحترفين من الانديا الاو من الدول الاو مع المنتخبات علي معلول سافر والترب واليا سافر بدر بنون سافر اليو ديانجا سافر دي لعيبة بالاضافة ان كابتن شوق غريب في معسكة المنتخب للنبي اخد ست لعيبة في معسكة المنتخب للنبي فانت عايز يا كابتن رضا وبرضو الكاباتن اللي طلعوا يتكلموا بفلسفة كتيرة وهو مش واخدين بالهم يا جماعة دي فترة حظر دولي دي فترة اجندة اجندة الفيف فبالتالي الاهل الستة مع المنتخب اللي لونبي او سبعة واربعة اجانب سافروا لدولهم حد يقدر يلعب ده الاتحاد الدولي كان ايه لانه فترة او الاتحاد المصري حتى اللايحة بتاعته انه في فترة الاجندة الدولية لو اي فريق منه اتنين لعيبة ما ينفعش يلعب دي لايحة مسابقة الدولي اكتر من اتنين لعيبة ما ينفعش تلعب الاهل عنده اربعة سافروا وستة مع المنتخب اللي لونبي ومع هذا الناس بتبني رأي وما فيش حد بيلعب اه يعني يعني احنا لما نيجي نتكلم نشوف مرضود ده على الرأي العام اه اذا كنت انت كناقض محترف محلل ومحلل محترف اه مش متنبه المطلق اللي حيسمع منك حيحس بايه حيحس لا ده فيه ظلم حيحس ان فيه حاجة غلط ده بعض النقاط يا راجل بياخدوا من الكلام ده ويكتابوا ويبني عليه رأي انا قريبت لواحد من الزملاء اللي بقى كد يعني بعزوا اه راجل طيب وجميل لكن كاتب كلام كله عبارة عن اه يعني تحريض وعدم تكافؤ فرص و اه الناس لازم ما تلعبش وكل الاندية لازم مش عادة تعمل ايه انت ايه فيه ايه الموقف اللي انت واخده اه وانا كنت انا عارف يعني اه سبب و ولا انا على معلومات غلط او موقف من الشباب السورية انت بالضبط كده لما تيجي بقى تدلل ها عايش استطاد حاجة يعني ضد النادل ايه استطاد فيها بقى في الصح اه لان يصلوا الرد عليها ويتباني ان انت ومناشتها حتى لو موضوعي وتباني ان انت مش واخد بالك اه انما بهذا الشكل الحياة فعلا كلام غريب كل الناس واقفة والدوريات في اجندة دولية كلها ومع هذا يبقى الاهلي هو اللي بتجامل علشان كان لازم ان يلعب في الفترة دي يلعب ازاي ما ليش دعوة يقولك ما تقوليش مستوى الدوري عموما يعني لفت انتباه او الجدوى اللي المضغوط اثار اه انتباه كتير من الزملاء كتب عنه صبر حافظ في الوفد دوري فقد شرعيته يعني ده كلام غريب جدا وايه الكلام يقولك السؤالة لو كنت مسؤول في نادي الزمالك لا طالبتي بالانسحاب بالدوري لا لان لسه بعرق بنوي عليه اه يعني انت بتتكلم اه اه يعني مش عارف هو الاهلي لما يرتاح يبقى يرتاح ليه طب لما من الزمالك يرتاح لا ده ارتاح ومش هيقدر يلم نفسه مم يعني ما تقرى كلامه هو كده الاهلي حيبقى في الدوري المضغوط ده لا ده جاهز نفسه جامد قوي والزمالك حيبقى قاعد طب والاهلي دروعت لما انت شاف انه قاعد اه لازم يلعب مش هترضي حد لانه يا اخي ايه الغرض مرض لانه الناس حتى يا جماعة ما بتحاولش تقيس على ما مضى يعني في 2016 الزمالك لعب مطشين مقابل ستة للاهلي والاهلي ما تكلمش حاليا الناس اللي شايفة انه الزمالك الضغط لا يا بيه ده الاهلي هو اللي الضغط قوي ده الاهلي اللي لعب ثمان مطشات زيادة بس انت اللي مش عايز تشوفهم انت اللي مش عايز تشوف ان الاهلي بيلعب في افريقيا وبيلعب في كاس العالم للاندية وبيلعب في السوبر الافريقي بيلعب مطشات فيها سفريات كبيرة سيادتك مش عايز تشوفها لكن عايز تشوف فقط انه الزمالك اتضغط 3 مباريات او 4 مباريات والقال كان مريح طب هو الجدول ماشي مضغوط للقال حتى النهاية ايه الموقف ايه الوضع الفترة كان فيه فترة بين القال وزمالك ماتش بعد كده جي المشهور الافريقي الزمالك خرج والقال يكمل فبقى بينه وبين الزمالك خمس ماتشات غير ماتش الكاس فالمسألة يا جماعة شيء من الموضوعية علشان المسئولية وضمرنا بس يبقى يعني ما اندخلش في روع الناس ان فيه مجاملة لا تحدث بالعكس اذا اللي عايز اشتكي يعني لقدت الهواية هواية شكوى كان النادي الاهلي لحق اني اشكو ودلوقتي تسمع النهاردة سمعت نغمة انه كارترون زعلان من طول فترة تعطل الزمالك وانه شايف انه ده هيأثر على المسألة ده ده تخديم بقى ما فيه تنصيق هنا اهو ما ده اللي بيقوله صبري اه السابر يعني اه واخد بالك طب نعمل ايه طيب نلعب ولا نقعد عايز تلعب تعال اه انت اللي قلت مش هلعب الغير لما الاهلي كامل مؤجلاته اه مش كده اه تحاد القرى على اصرارها على استكمال الدوري وبقول خيرا فعلت تحاد القرى باصرارها على استكمال بطولة الدوري هذا الموسم لانه اه اصرار اللجنة بقيادة المهندس احمد مجاهد على ضرورة الاستكمال واتمام البطولة عين العقل والصواب حتى لا تكون نقطة سوداء في ملف اللجنة السلاسية وبيأكد مجد نوارا على انه على الجميع يا باشواندس ان يتحمل الظروف كل وفقا لقدرته لانه في النهاية هذا ليس هو الموسم الامثل والافضل للكرة المصرية